من منطقة حج تابت في جبل لبنان ينضم إلينا رئيس الرابط المارونية أنتوان قليموس أهلا بك سيدة قليموس إذن أنتم ممن أصدروا بيانات تثمنون بها خطاب السيد حسن نصر الله وأيضا كل ما تفعله المقاومة في جرود عرسال في عملية هذه التحرير لكنكم لستم الوحيدين فعليا الذين اتخذوا مثل هذا الموقف إلى جانب المقاومة والجيش اللبناني لماذا صوبت كل هذه السهام نحوكم أول شيء اسمحي لي حي الجيش اللبناني عشية عيده يبقى الأمل والرجاء لكل اللبنانيين أما فيما يتعلق بالسهام تعرف في مثل شايع عنا بقول ما بتتراشق إلا السجرة الحملانة بقى معلش معودين نتقبل السهام وهي شغلة منى جديدة عنا بمسيرتنا أكانت فيما تعلق بالحياة السياسية أم فيما تعلق بتعاطينا بالشأن العام هلأ هالسهام هاي دي أجت من أشخاص أربق أنه اتعامل معهم أو رد عليهم لأنه ما ارتقوا إلى مستوى الخطاب الوطني بهالمرحلة الحرجة من تاريخ لبنان يلي مفروض الكل يتناسوا خلافاتهم ويرتقوا لمستوى الخطاب الوطني نحن عم نتعرض لموجة تكفيرية وإرهابية تتناول أمن لبنان وسلامته وسلامة اللبنانيين مفروض ما نفكر إلا بهالاستحقاء هيدا ومفروض نثمن كل خطاب بصب بهالخاني هيدا وأنا مثل ما لأيني لخطاب شيخ الأزهر وعمل بيان بانفتاحه على كل مكونات الشرق الأوسط وانفتاحه بشكل أنه يترك حرية المعتقد وحرية التفكير يلي هي من صلب سقافة هالمنطقة يلي هي مثل ما بقوله الحضن يلي طلقت منه كل الديانات السماوية والحضرات بقى مشان هيك ما عندي أي إحراج أنه ثمن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لأنه ما استفز فيه أي فريق من الداخل لبل أكتر من هيك واتوجه كلامه بمعرض زيارة الرئيس الحرير لأمريكا أنا أربق أنه نرد على خطاب الرئيس الأمريكي حتى ما عرقل المهمة يلي عم بقوم فيها دولة رئيس مجلس وزراء وأكتر من هيك بكتير قال أنه هو مستعد يسلم كل المواقع يلي احتلتها المقاومة من أو أخدتها من الإرهابيين والتكفيريين للجيش اللبناني أنا هيك خطاب كيف بدي أوصفه كيف بدي ثمنه بغير الإيجابية مشان هيك أنا ما عندي أي أحراج وأنا معود وبدو يشتغل إنسان مؤسساتيا أو يتعاطى بالشأن العام في ثلاث أمور وثلاث مبادئ يجب أن يعتمدها أول شيء الشفيفية اثنين الديمقراطية وثلاثة حس المسئولية بالرابطة المارونية نحن مؤسسة ديمقراطية ما في واحد يجي يفرد رأيه على مجموعة والبيان يلي صدر قارب الإجماع الإجماع مش معناتها كان في ناس معترضين في شخص واحد أبدأ اعتراضه والبقية عن من تتحدث لو سمحت سيد انتوان نعم عن من تتحدث نعم عن من تتحدث أقول إن شخص واحد أبدأت أتحدث عن عن زميل إلنا بالمجلس التنفيذي الإستاذ جوزيف نامي اعترض على هالبيان حقه بس بالنهاية مش واحد بيفرض رأيه على 90% من مؤسسة نحن مؤسسة ديمقراطية وهالبيان هيدا حيز على شبه إجماع من المجلس التنفيذي وصدر باسم المجلس التنفيذي وما عندنا أي أحراج هلأ الشأن السياسي نحن من نعم قلت في كلامك لصحيفة الجمهورية إن هذا الهجوم غير مفهوم ويقوده أشخاص انتماؤهم معروف هل يمكن أن توضح أو تفصل أكثر هذه الجملة من تقصد تحديدا ومن هم الذين انتماؤهم غير معروف أول شيء أشخاص بالنسبة لي مجهولين بعتبرهم مجهولين أنا هيدولي يعني انتماؤهم معروف إلى الغوغائية ما بدي وصف أي حزب أو أي فئة لأنه بعد ما فيه ولا فريق أساسي ما فيه ولا حزب ما فيه ولا شخصية من هالشخصيات المحترمة أصدرت بيان تحطيلي اتعامل معه أنا بعتبرهم ينتمون إلى الغوغائية يعني ما بيتقنوا التهذيب السياسي هيدول ما برد عليهم أنا يعني ما بيسمح لنفسي لبس أقوالهم لحدا لأنه كل الأفريقاء الأساسيين ما حدا منهم صدر عنه بيان وأنا بانتظار يصدر بيان عن أي فريق أساسي مين مكان يكون تحتى لنقش الموضوع عنوية وأنا هيدول ما برد عليهم يعني حتى اللغة اللي هن بمرسوها هيدا أنا ما بمرسها أنا باختصرها بكلمة من قصرت حجاته طال لسانه هيدول ما بيعرفوا شو الأدب السياسي ولا بيعرفوا شو المسؤولية الوطنية هيدول بيعرفوا كيف بدهم ماشي خالف تعرف يعني لا أكثر بما أن بما أن تقريبا كافة الأطراف أو أغلبية الأطراف لنقول تحديدا المسيحية هي مع كل ما جرى فعليا في جرود عرسال هي مع كل ما قامت به المقاومة في عمليات جرود عرسال وهذا كان واضحا يعني حتى سمعنا كلام أيضا لسيد جنبلاط إنما تحدثنا عن هذا الموضوع في هذا الإطار لكن كان هناك تصريحات البارحة في الحياة لرئيس القوات اللبنانية السيد سامير جعجع الدكتور سامير جعجع وكان كلامه أيضا يصوب استهام على حزب الله وعلى المقاومة وحتى على عملية تحرير الجرود واللافت أنه لم يكن هذا موقفه في اليوم الذي سبقه كيف تعلق على هذا الموضوع وهل تقصد أيضا القوات اللبنانية أنا أعتمد أنا بالنسبة للدكتور سامير جعجع أنا أعتمد الإطلالة التي طلب فيها من معراب بمعرض استقباله وفد خريجي كلية الأعلام بالجامعة البنانية وهذه بنيت علي رصد لمواقف الأفريقاء المسيحيين الأساسيين اليوم هلأ إذا السياسة بدأ ترجع تلعب لعبة بهذه الأمور أنا دوري أنه شوف الموقف الوطني الذي صدر عن الجميع وأنا لا أتعامل إلا مع الموقف الوطني الموقف السياسي لا ألي أنا دور فيه نحن بالرابطة المارونية لا نتعطى سياسي نتعطى موقف وطني وخصوصا اليوم الموقف الوطني يحتاج إلى تضافر الجهود والتفاف الجميع حول مصلحة الوطن بمعزل عن أي مصلحة خيرجية أو أي مصلحة فئوية أو طائفية أو مذهبية طيب من أننا كنا نتحدث وكل ما يحصل الآن هو له علاقة بهذا البيان الذي أصدر أصدر ضموه يعني تثمينا لما يقوم به حزب الله كان في جرود عرسال وتثمينا لخطاب السيد حسن نصر الله نريد منك أكثر لو سمحت توضيحا للنقاط التي ثمنتموها في هذا الكلام تحدثت عن نقطة مثلا المتعلقة بالتعليق السيد حسن نصر الله على موضوع الحريري واجتماعه بدونالد ترامبو بأنه لم تماما ثمنت بدرجة أولى تعالي عن الخوض بالخلافات السياسية اثنين تمنتلوا موقفه يلي عم بسهل مهمة الرئيس الحريري بأمريكا تمنتلوا موقفه لجهة أن المواقع يلي استردوها من جبهة النصرة والتكفيريين هيدول مستعدين يسلمون للجيش اللبناني وسأثمن موقفه أكثر عندما يوظف هذا الانتصار لمصلحة قيام الدولة القوية والحاضنة لجميع أبنائها وأنا بتعاطى بالقطع مع المواقف الوطنية والسياسية كل موقف بأيمه بحد ذاته ونحن بالرابطة المرونية بنتعامل معه ما عنا إحراج نأيد أي موقف وما عنا إحراج ننتقد أي موقف حتى ولو كان موقف أهلنا أو أختنا وما عنا إحراج نأيد أي موقف آخر في إطار أيضا هذا الكلام قلت جملة مهمة الآن ستثمن كل هذا أكثر عندما يساعد على قيام دولة لبنانية قوية لكن هذه النقطة تحتاج لكل الأطراف وليس لطرف واحد أكيد أكيد نحن بس لأنه عم نحكي عن موقف السيد حسن نصر الله عم بحكي عنه بس ولكن المطلوب التضحي من الجميع مثل قصة الزواج في منهم بيتجوزوا تشوفوا شو بدون يطلعوا من هالزواج ومنهم بيتجوزوا تشوفوا شو بدون يحطوا بمؤسسة الزواج أنا أطلع للأفريقاء اللبنانيين يلي بدون يشوفوا شو بدون يحطوا لإنعاش بلدهم ولقيامة بلدهم من هالمأذق ومن هالأزمة يلي عم بعيشها هيدا هيدا نظرتي للأمور أنا في خلال بيانكم ونقطة أخيرة لو سمحت وبعجالة إن كان أمكان تحدثتم عن استثمار أيضا هذا الانتصار وتحرير جرود عرسال في موضوع التنسيق من أجل وجود النازحين السوريين والتنسيق ما بين الدولة السورية وهنا الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية على غرار التنسيق الذي يحدث بطريقة أو بأخرى ما بين الجيشين أنا بالنسبة لهالموضوع هذا كرابطة مارونية نحن أول من واجه وتصدى للمشاكل التي أحدثت عملية النزوح في لبنان وكان لدينا مقررات صدرت عن مؤتمر النزوح الذي أجرينه هلأ فيما تعلق بعودة النازحيين السوريين إلى بلادهم ما عندي عقدة بأي طريقة يرجعوا فيها بهمني الهدف يعني أنتم مع التنسيق ما بين الدولتين حتى لو كانت تدعو إلى التنسيق بين الدولتين مع هذا الموقف ما عندي أحراج أحكي مع الدولة السورية اليوم الدولة السورية عندها سفيرة في لبنان بعد ما ننش برسونة نون جراتا تنقول ما فينا نستدعي ونحكي معه بعد عندها ممثل بمجلس الأمن بالأمم المتحدة ما بعضه بمثل الدولة السورية وأنا في لبنان ما عندي مشكل وما عندي إحراج إتعامل مع الدولة السورية أكان من خلال سفيرة الموجود في لبنان أم من خلال السيد نصري خوري أو من خلال اللواء عباس إبراهيم أو من خلال أي مرجعية إقليمية أو دولية بس مفروض يصير فيه تنسيق مع الحكومة السورية بالنسبة لعودة النازحيين إلى وطنهم أنا ما عندي إحراج وما عندي طريقة وحدة أنا منفتح على كل الوسائل اللي بتخليني نسق مع الدولة السورية بدون وهالشيء هذا ما له علاقة وما لازم يدخل بيكون كموضوع نزاع داخلي بيحكي معهم أو ما بيحكي معهم أنا بهم رجع النازحيين لبلادهم أشكرك كل الشكر سيد أنتوان قليموس رئيس الرابط المارونية على كل ما أدليت به وأفتنا به في هذه النشرة ترجمة نانسي قنقر